انا كنت زمان عارف معلومة ان السيبروفلوكسسين المضاد الحيوي ده واخواته مش بنديهم في الاطفال ودايما كده كنت اقول اصله بيعمل مشاكل في العظام ممكن يعمل ديستركتف ارثروباسي وممكن يأثر على نمو الطفل وممكن يأثر على العظام بشكل كبير وانهم ممنوعين تماما تماما في الاطفال لكن في الوقت الاخير ابتديت اقرأ وبعض الناس كان عمالي كومنت كده على فيديو انهم بيدوا سيبروفلوكسسين عندهم في بلدهم فابتديت اقرأ عن الموضوع شوية فلاقيت ان كان فعلا ممنوع السيبروفلوكسسين في الاطفال لكن بدأت الناس تستخدمه بالفعل حتى مع انه كان ممنوع نظرا لقوته كمضاد حيوي ونظرا لتوفره في بعض الاماكن مثلا فبدأ الباحثين يدوروا ويشوفوا هل فعلا الاثار الجانبية دي تمنع استخدامه ولا يعني ممكن نستخدمه وتوصلوا ان الاعراض الجانبية بتاعته فعلا بتشمل لكن مش بشكل كبير جدا حتى ان احنا نستخدم سيبروفلوكسسين في الاطفال في بعض الحالات اللي هي اللي هو عدوى الجهاز البولي اللي فيها مضاعفات مع التحفز ايضا يعني لو ينفع ما نستخدموش ونستخدم حاجة تانية يكون افضل فبس حبيت اوضح المعلومة دي انه ممكن يستخدم في الاطفال في حالات الكمبيلوكسسين ولو ان الافضل انك تبعد عنه وهسيب لك الرابط بتاع الف دي اي الخاص بالسيبروفلوكسسين في الاطفال تحت بس كده ترجمة نانسي قنقر